اشتركوا في القناة وكان كل اللي في دماغي نفسي اتراهبن في حياة الدير او حتى التكريس كان كل ما الفكرة تيجي في دماغي كنت ارفضها ايام الدراسة علشان ما تشتتش وكنت اقول انا بعمل قانوني بالعافية ازاي ممكن اكون في الدير قعدت اهبط الفكرة دي من عقلي لحد ما خلصت او لحد ما خلصت وبدأت الحياة العملية كان فيه حد متقدم وغير مناسب بس مش كتير يعني لو كل فترة حد خفت اكون بفكر في الدير هروبا بان ما فيش حد بيتقدملي او كل ما ييجي حد البيت الاقي نفسي بتوتر خالص وفكرة الدير تزيد في دماغي قوي مع العلم ان انسانة سوية وبشيل مسئولية وبحب الاطفال لاني عدت اراجع نفسي خفت اكون بهرب عشان انا كده ما عرفش اي حاجة عن العلاقة الجسدية اثناء الجواز وعمري ما فكرت حتى اسأل بحاول اخلي فكري دايما نقي عدت اتكلم مع مكرسة وقالتلي ان عواقب الرجوع عن الطريق ده بعد اختاره صعبة فبدأت اخاف واتهز من جوايا رحت الاب اعترافي وكان رده اني هنفع في الدير وهنفع في العالم بس ليه ما فكرش في الجواز واكون اسرة واخد بييد ناس تانية ووصلهم للسماء احترت جدا انا مش راضية اخد خلوات او انا مش فضية اخد خلوات مش عارف انا بصلي كتير ان ربنا يعرفني الطريق اللي اسلك فيه لاني مش عاوزة ااخد خطوة وارجع فيها كلمت اقب كبير بره بلدنا وقال لي انت تنفع تتجوزي كاهن الفكرة نفسها رايحتني ان اكون مرتبطة بالكنيسة بس انا مش عاوزة الجواز كمبدأ ولو فكرت اتجوز نفسي اعيش بتول هنا بقى عندنا لخبطة هي طبعا السؤال اكبر من كده بس انا مش هكمله بص يا بنتي هو في حاجة نمرى واحد لازم تهدي خالص خالص عشان نسمع صوت ربنا نمرى اتنين ارض الرهبنة مش اختيارك الرهبنة دي دعوة من الله فالانسان اللي عاوزة رهبن هو انسان عايز في مشاعر حب للمسيح ومش عاوز اي حاجة في الدنيا حتى الخدمة تشغيله عن المسيح فتلاقي صلواته كتيرة تسبحته كتيرة بيحب الأنشطة الروحية في الكنيسة قوي اللي فيها مجال للقاء المسيح والكلام معاه علشان كده علشان كده الرهبنة طول عمري بقول اني لها علامات تسبق الدخول للدير لكن مش انا واقف على باب الدير وبقول اخش بس انا خاف لو خش معرفش ارجع طول ما الدعوة مش مفرحة وطول ما الدعوة مش سبتة يبقى الرهبنة مش طريقك بس انت قلت في حاجة تاني ايه الحاجة التاني انك انت خايفة من العلاقة الجسدية اللي بعد الجواز يبقى انت محتاجة حد كبير يكون زي خلفية روحية في المقام الاول او خلفية روحية طبية او قب كاهن كبير في السن يتكلم ببساطة مختبر الحياة يبسطلك المواضيع دي لان انت من اخبطة اي حد يقرأ سؤالك هل هي المشكلة في مسئولية الجواز اللي انت مش عايزاها ولا هي المشكلة في العلاقة الجسدية اللي انت خايفة منها وقلبك بيتقفل فانت لازم تكوني واضحة مع نفسك وتسمعي مشهورة بس انا باقترح اذا ما كانتش الدعوة واضحة ومفرحة هيبقى الدير مش طريقك وممكن جدا نخش حتى الدير خلوات ونشوف النظام الرهباني من جوه الدير شكله ايه لانك ممكن انت تكوني مبهورة بحاجة والواقع اللي تلاقيه يكون صعب عليك ان فيه شغل يدوي كل يوم نمرأ اتنين ان فيه تدبير صلة وتسبحة وهجعات ونص الليل وكل الصلوات فانا مش عارب الحياة دي طليق بيا ولا سيبك من حكاية الانبهار بلبس الرهبان اللبس عمره ما بيدخل السماء لا لبس اسقف ولا لبس كاهن ولا لبس راهب القلب وحب ربنا هو اللي بيدخل السماء فارجوكي راجعي موقفك لو سمحت اللبس عمره نそのة إنه بسبب انتباه